السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيبي دي رسالة الملايكة لكم النهاردة رسالة شوها في اي وقت بإذن الله هي لك لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت رسالة النهاردة بتقول لماذا هذه الروح تدخل حياتك الان وتخترق هالتك وتخترق حياتك بالكامل لماذا وجدت هذه الروح الان في طريقك اذا كانت الروح دي توقمك توقم شعلة او توقم روح انا قلتلكم قبل كده ربنا لما خلقنا خلقنا ازواجة كل شخص ليه توقم روح لازم انك في وقت من الاوقات تتحد مع توقم روحك قلتلكم قبل كده اتحاد التوائم ده بيكون في حاجة من الرسالة العليا للانسان بيكون في حاجة كده الهية ربنا بيجند الجنود دي على الارض من الارواح دي علشان تتحد مع توقمها لفعل معجزة ما في حياة البشر او لفعل شيء ما في حياة الانسان اتحاد توقم الروح حاجة كبيرة جدا لو احنا اتكلمنا عنها هناخد وقت أطول ولكن كل اللي هقدر أقوله لك في الوقت الحالي ان روحك متصلة بروح انسان وقلتلكم قبل كده ان توقم الروح مش لازم يكون حبيب مش لازم يكون زوج مش لازم يكون كراش مش لازم يكون اي حاجة يعني توقم الروح ممكن يكون زوج ممكن يكون حبيب ممكن يكون أخ ممكن يكون حد من عائلتك ممكن يكون جار ليك ممكن يكون حد غريب عنك خالص وهو توقم روحك هو نصفك الثاني هو الزوج الذي خلقه الله من أجلك ربك لما خلق الأرواح خلقها أزواجة جعل لكل روح نصفه الآخر زوج يكمله في منكم من اتحد بتوأم روحه وتزوج بالفعل وأرواحه مؤلفة مع بعض وهم في أفضل حالتهم وفي منكم لم يقابل حتى الآن توأم روحه وفي من الناس بتعيش وتموت متقابلش توأم الروح وبتتعب في حياتها جدا وبالتالي أرواحها بتأتي في زمن آخر لتكمل ما فقدتهم في الزمن السابق الروح اللي بتتصل بك حاليا إذا كنت أنت رجل أو امرأة إذا كانت الروح دي صديق رفيق زوج حبيب علاقة حتى ثلاثية في توأم روحنا دخل في حياتك لماذا دخلت هذه الروح الآن؟ لماذا تتصل بك؟ يوجد حكمة إلهية من دخول الشخص ده إلى حياتك يوجد اتحاد، مثل اتحاد، القمر والشمس، الأرض والسماء، لو لحظت كل شيء أزواجة، يوجد اتحاد لروحكم قريبا دخول هذه الروح كانت لحياتك لأن الشخص ده كان لازم يتعلم درس في حياته أنت شخص روحك شفائية، فيش كلام؟ شخص روحك تتمتع بالبراءة البراءة الملائكية اللي تشبه طاقة الملائكة شخص تقطق فيها هالة شفاء للآخرين الرسالة دي موجهة عموما إلى الناس اللي عندهم طاقات شفائية روح الشخص ده كان لازم تشعر بالزنب لما فعلته في الحياة السابقة روح الشخص ده دخلت في حياتك لأن الشخص ده كان يرتكب أخطاء كتيرة كان لازم يخرج منها روح الشخص ده رفضتك في الحياة السابقة وبالتالي أنت في هذه الحياة صممت وآردت أن تأتي إلى هذه الحياة مرة أخرى لأنك تخليه يتعلم الدرس وتكون أنت مرغوب فيك في هذه الحياة ويكون هو المراضي المطارد وإنت الهارب يمكن في الحياة السابقة كنت أنت اللي بتطارد الشخص ده كنت أنت اللي بتحبه كتير لكن هو رفضك لرفض ما رفضك لشيء في حياته وبالتحديد هيكون نقص مال يعني الشخص ده كان ما عندوش مال كفاية كانت حياته المادية وحشة ما كانش عارف يوصلك ما كانش عارف يلبي احتياجاتك ما كانش عارف أنه هو أنك أنت مش محتاج مادة أنت محتاج الحب ولكن هو كان عندو عزة نفس بعض الشيء فرفض العلاقة أنه يكمل فيها لأنه مش قادر أنه يكون قد المسئولية بالتالي روحك اتجرحت أصبحت معلم روحي للآخرين في الحياة السابقة بعدت عن الزواج بعدت عن الأشياء المادية عموما وهبت نفسك للتعليم الروحي وروحك صممت تصميم تام أنها ترجع للحياة دي مرة أخرى وتعلم هذا الشخص درس درس روحي لأنك بكيت عنيت في حياتك السابقة من هذا الشخص ومن طاقة الرفض اللي كان رفضها لك ليه جاءت هذه الروح لك أنت لأنك بطبيعتك معلم روحي في الحياة السابقة تتمتع بالبراءة أما دخولها هي إلى حياتك كان علشان يخليك تنعزل بعض الشيء تبعد عن الأفكار الدنيوية وتتعلم أنت كمان درس روحي تتطور روحك إلى أشياء وقعية تتطور روحك على أنك تخرج من أزمة تخرج من حبس تخرج من خنأة من تقييد عندك تبعد الطاقة السلبية عن حياتك يعني دخوله ليه كان ليه هدف ودخولك ليه أنت كان ليه هدف بس أنت روحك وكأنها جند من جنود الله على الأرض جندت لذلك لتخلق السعادة للآخرين لتدي درس روحي عن طريق شقر القلب للآخرين أنت فيك حاجة من عند الله وكأنك جند ربنا مجندك في الأرض دي علشان تشفي قلوب الآخرين حتى ولو بكلمة حلوة لأن قلبك شقر القلب عندك تعطي الحب لكل الناس ما بتشيلش حقد لكل الناس بريء برائط الأطفال وده اللي مخلي روحك مؤلفة روحك الناس بتحبها فأنت فيك طاقة شفائية دخول الشخص ده ليك علشان ينزل عبقة أو حملة من عليك دخول الشخص ده ليك علشان يديك أفكار حلوة تتطور بها روحك فتجلب الوفرة إلى حياتك دخول الشخص ده ليك علشان تنظف شقر الجزر شقر الجزر عندك تريد أن تنير تنظف علشان شقر الجزر إذا ندفت أو إذا نورت تجذب طاقة المال والوفرة إلى حياتك وإذا لم تنظف شقر الجزر أصبح العبقة عندك أكثر فدخول الشخص ده لحياتك كان بسبب إنك تتقدم في حياتك وإنت علشان تدي له درس روحي دخولك إنت في حياته علشان تدي له درس روحي وكأن فيه كرمة من الحياة السابقة أتت مع روحك لتعطي هذا الشخص درس روحي ليتقدم في حياته ويشيل عدم المسئولية اللي هو فيها ولا مبلا ويكون شخص ناضج يعني دخولك لحياتك لنضوج وعلشان تشعر إنك مرغوب ويأتي إليك مرة أخرى في هذه الحياة رغما عنه لإنك في الحياة السابقة توازنت وتعلمت الروحانية ووهبت نفسك إلى ذلك ولذلك أصبح وعيك أكبر وطريقة جذبك للأشياء أكتر فصممت روحك على المجيء إلى هذا العالم مرة أخرى للشخص ده وده طبعا كله بإرادة ربنا لأن ربنا هو اللي بيجند الأرواح دي على الأرض مش بمزاجها إنها ترجع إلا بأمر الله الروح هي من أمر ربي فإذا ربك أمر الروح إنها تكون مجندة في الأرض المرة أخرى بتنزل رغما عنها وواضح إن الشخص ده إدالك إنت صح وروحيا اتعلمت منها تتوازن تجلب المال تخرج من سجنك تشيل الحمل من على ظهرك تبطل بكاء تبقى مش بريء زيادة عن اللزوم وروحك إنت دخلت في حياته ليكون هو أفضل من ما هو عليه الآن ويعرف من هو هو كان عايش زي الآخرين بيقلدهم بيعمل زيهم في محيط فاسد ولكن هو الآن يعرف من هو ذاته الحقيقية أرى بوضوح إن هذا الشخص تعلم درس روحي قوي وابتدى تجيل الصحوة الروحية الكبرى لهذا أبشرك أن يوجد على اتحادكم خطوتان إما يومين ساعتين ديئتين سنيتين أسبوعين شهرين مش أكتر من كده وروحكم هتتحد بإذن الله إذا كنت صديق أو حبيب أو زوج أو أي شيء آخر فتوأم الروح هو عبارة عن أرواح مؤلفة خلقت أزواجة من الله سبحانه وتعالى وإذا لاحظت رقم الفيديو فإعلم أن توأم روحك قريب منك رقم الفيديو هو 11 مدرقة من نوراني أو الطاقي لك أنت تماما أنا خلصت الرسالة حبيب ألبي ياربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته